هل الانتحار حل من الحلول لا طبعا ليه لان انت دلوقتي قتلت نفسك ده مش حل ليه لان انت دلوقتي اللي انت مت عليه ستبعث عليه من مات على شيء بعث عليه طب انت دلوقتي عايز تفر من نكد الدنيا ومن اكدر الدنيا ومن هموم وغموم الدنيا او عايز تفر من مشاكلك مع ابوك مع اخوك مع عيلتك مع امراتك مع اي حد في الدنيا ده حل لا لانك انت هتموت وانت قاتل نفسك وده على اقل التقدير كبيرة من الكبائر بعض الناس ممكن يقول ده كفر لكن على اقل التقدير يبقى انت تموت على خاتمة سوء طب ليه طب ما انت تعيش بقى الدنيا وخلاص وبعد كده الانسان يرتاح في الاخرى لكن انت هنا في دنك وهناك دنك اكتر منه ده امر صعب جدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به الى يوم القيامة قتلت نفسه دلوقتي انتحرت نطيت من فوق عمارة من فوق برج من فوق كبري من فوق اي حتة تفضل في قبرك عمال تتردى الى يوم القيامة يعني مش كفاية بقى الدنك اللي انت شفته عنده وانت بتموت والسكرات والكلام ده لا تفضل في القبر كده تتعذب الى يوم يبعثون الى يوم القيامة وقال عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم واحد اتل نفسه بسكينة اتل نفسه بمسدس اتل نفسه بأي آلة بأي حاجة يفضل يتعذب بها في القبر الى يوم القيامة يبقى انت بتفر من ضنك عشان تروح ضنك اكتر منه طب ليه ما هو اصل الدنيا الدنيا كما قال عليه السلام سجن المؤمن انت طبعا ما تعيش في الدنيا هتعيش في نكد وكدر لقاد خلقنا الانسان في كدر دي طبيعة الدنيا انك انت مش هتعيش ابدا في نعيم مقيم اطلاقا لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافة يبقى الانسان يا اخوانا يرضى بما قسم الله عز وجل له زي ما قلنا الانتحار مش حل من يطعن نفسه انما يطعنها في نار جهنم ومن تحسى سما فانما يتحساه الى يوم القيامة ومن تردى من فوق جبل فانما يتردى فيه الى يوم القيامة واحد اتل نفسه بالسم يفضل يشرب سم الى يوم القيامة واحد اتل نفسه زي ما قلنا تردى من فوق جبل من فوق عمارة من فوق كبري من فوق اي حاجة يفضل يتوجه ويفضل ينتحر كده الى يوم القيامة يبقى الانسان يا اخوانا الانتحار مش حل وقال عليه السلام من حلف على ملة غير ملة الاسلام فهو كما قال واحد يقول لك والانجيل والتوراة والمسيح يفضل ده من حلف على ملة غير ملة الاسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده عشان كده النبي سلام لما جئ له بجنازة على رجل قتل نفسه فقال عليه السلام لا اصلي علي اللي يقيت لنفسه الامام او الحاكم او الامير او العالم او الشيخ او الداعية لا يصلي علي تمام يبقى انت ليه تودي نفسك في المشكلة الكبيرة دي انت هتحل المشكلة مش هتتحل هتروح لمشكلة اكبر عذاب مقيم لانك انت عشان كده ربنا سوعت عليها يقول ايه لا اغفر له بادرني يا عبدي بادرني انت بادرت نفسك بالقتل طب ليه تمات ايش الكم سنة دول وبعد كده الانسان زي ما قلنا يا اخوانا يفضل بقى في نعيم المقيم الانتحار مش حل الانتحار كبيرة من الكبائر مش عشان انت معاك عندك مشكلة مع والدك عندك مشكلة مع زوجتك عندك مشكلة مع ابوك مع امك مع اخوك مع اختك مع عمك مع عمتك مع واحدة كنت بتحبها تقتل نفسك حرام كبيرة من الكبائر نسأل الله عز وجل ان يرحمنا